لم يسبق لحكومة عراقية منذ ما بعد الاحتلال الامريكي عام 2003 وحتى يومنا هذا أن تشرع بإقرار موازنة ثلاثية الطريق ولكن بعيدا عن الجدل السياسي وصخب الأصداء التي تركتها مفاجأة الموازنة نذهب وإياكم فيما عرضه مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية بقراءة تفصيلية بعدسة الاختصاص الاقتصادي يقول المركز في دراسة عن الموازنة الثلاثية التي يكشف خبراء المال بحسب الدراسة قدرة ذلك النوع من الموازنات متعددة السنوات على ضمان التمويل الكافي للمشاريع والبرامج الطويلة الأجل وتجنب الاضطرابات بسبب دورات الموازنة السنوية أما اللغة الأكثر فهما للمواطن العراقي الذي يعيش ضنك الحياة فله أن يعرف عن طبيعة مرونة تلك الموازنة أمام الطوارئ وهنا يؤكد المراقبون أن ضمان تنفيذ الموازنة سيجدي نفعا في تحسين الواقع الاقتصادي العراقي والمناخ السياسي فيه موازنة مستقرة طويلة الأمد أنتجت بحسب وحدة الدراسات الاقتصادية في المركز خمسة نقاط هي أهم نتائج الموازنة على قطاع المال القدرة على التنبؤ بتوفير تمويل مستقر يساعد على خلق استقرار للشركات والأفراد كما تتيح الموازنة زيادة الثقة من المستثمرين البحليين والأجانب وتعزز انخفاض تكاليف الاقتراض من حيث زرع الأمان للمستثمر بقدرة الحكومة على سداد ديونها كما تسهم في تحسين التصنيف الاقتماني وصناعة مزيد من الشفافية والمسائلة توقعات خبراء الاقتصاد في حل تحقيق تلك الموازنة أن تؤدي دورا فاعلا في تكوين التنمية الاقتصادية للعراق وهو ما تعد به الحكومة وينتظره الشارع منذ زمن